ازاي ايكم عملي انهاردة رجعت لكم فيديو جديد وفيديو الخميس فيديو التحديث انا كنت اعجبت ان الجملة دي ومن يوم هولتا بقيت بولها كتير اوي مع الانهاردة بقى هنشوف التحديث فاوزونا التحديث الانهاردة هيكون بسيط جدا هيكون المترو مختلف يعنى نقدر ندخل جوه المترو من الجادة متحمسة جدا عشان نشوف شكل المترو من جوه ولا هيوضينا بقى من المحطة لمحطة تانية ولا لا او كمان لاحظت كمان چمن تحديث السحر ده انا ما كانش عندي المرة اللي مydia تخرج انا اesa انا شوف التحديث ساول faire shop الآن اضغط الانهاردة alcance اوه سريع جدا دعنا نضخل جوه المترو يلهي نضغط بقى على من الخضر اللي الله شبه البص شوية شوية يعني مش قوي دي هنا دخلنا المترو بعدين ندخل بقى يمين ولا شمال خلانا ندخل شمال اول حاجة عندنا هنا الكرسي للمعاقين مثلا وكده في طفية حريعشان لو انا حرقت بقى المترو من جوة اوو سواني في سر هنا برضو لو انتم لحظيني ما بضغط على الصورة هنا قدت لو انها بتتحرك يعني في سر هنا خلانا بقى نشوف الاسرار في الاخر هنا الكراسي شكلها حلو قوي كده هنا الكراسي جاي هنا بالعرض كده او بالطول وعرض ولا طول نقدر نافل الكراسي برضو اوكي تمام يعني الكراسي كده بتتقفل وفي نفس الوقت نقدر نفتحها بالشكل ده هي مختلفة شوية عن البص يعني دي حاسة شكلها حلو كده وكيوت اكتر والبص برضو من اتنين حلوين ونقدر نقف هنا برضو في الوضعيات دي اوكي نقدر مسلا نقف كده او نفضل مستنين وكده تمام وفي هنا خزنة سرية محتاجة مفتاح فكده هندور عليها بقى النهاردة وكمان في صورة برضو بتتحرك هنا لما وضغط عليها كده بتتحرك يعني برضو لها سر شايفين فرقنا كده اول حاجة هتلاقوا في شنطة اا تقريبا او شنطة مثلا حاجة اللي بتتحط على الرقبة بالشكل ده لو ما اخدتوش بقى لكم لانا هنبست السلسلة دي السلسلة اللي كانت ريما بتتخانق معي عشانها كي في برضو الحاجات دي اللي بتتحطي كده على الرقبة تمام عندنا كذا شكل او دي تقريبا خزنة سرية خزنة سرية فمحتاجين مورقة علشان نعرف نفتح السندودة وكمان في شنطة هنا شنطة سفر ممكن لقي حاجة بها ولا لا اوكي لا خريطة اوكي تمام خلينا نشوف العلب دي اوكي العلبة دي مفهاش غير البتاعب دي اللي بتتحط على الرقبة اوكي ونشوف العلبة التانية اتمنى يكون فيها ورقة او حاجة او سر يعني لا هل يطر نقدر ندخل هنا ولا ايه خلينا نجرب لا لا ما نقدرش ندخل هنا اوكي اول حاجة هنا عندنا او 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 لو المترو هو بيتحرك نقدر نوقفه تمام ويه هنا برضو في اا نقدر برضو نوقف المترو ايه ده او لا لا نطلقش اللي احنا نوقف المترو يعني ما بضغط هنا اا اول ما تغطت هنا جابلي الشخصية دي او زي ما يكون مهندس لو فيه عطل او حاجة في المترو هو يجي باقي يصلحوا فشايفين اللبس بتاعه وكمان جاي بالسندوق كده اوه ليه ثلاث حركات برده اول ممسك او الصندوق ده او العلبة لو هي تقيلة مثلا ومش ادرى اشتلها اوكي خلينا نشوف الوضعية التانية او الحركة التانية وبرده نمس الحاجة اوه وقعت على رجلي يعني خلينا نشوف الحركة التالتة اوكي بتشلها كده عادي تمام خلينا بقى نفتح الصندوق اهم حاجة اوه عندنا اوكي فيه مفك و ايه كمان خلينا نشوف اوه لقيت المفتاح اوكي تقريبا المفتح ده علشان نفتح بيه الخزنة السرية دي صح اوكي طلع صح تمام اا طلع لنا حاجة زي كده تروس دي ولا ايه زي ما تكون تروس العجلة طرح نستخدمها في ايه بقى ممكن يكون لها سرة ممكن نحطها مع دي اوه فعلا قبل ما حطتها جنب المفك ده طلع الاربع ايه مخامسة صح اوكي انظر خلينا خلينا ا flashing الطالط الكوستو تروس اللي عنا بشكل منتباه اوكي لعبينا زي ما تقولة عربية كده واطر للاطفال اللي عبوا بيه حيغ gentle خلينا نعمل الشكل الثاني نجي هنا تاني وخلينا نعمله اوكي نفك اوكي نحط هنا نعمل شكل المتر بده وخلينا نعمل الشكل الشكل اللي بعده هناعمل بقى اخر شكل مسلا اوكي نعمل الشكل ده خلينا هذا الحلو كده يعني هو مقوله على شكل اطرة و مستعجلпов كده ايه بقى عفكار مختلفة انت بقى تقدروا تعملوا كل الاشكال اوكي كده خلاص عرفنا السر اللي موجود هنا اوه احنا كده وصلنا لنهية المترو تمام خلينا بقى نتحرك لو انت شايفين فوق كده في خريطة احنا وقفين هنا في محطة المترو احنا في محطة المترو اللي موجودة هنا فاحنا المفروض نروح محطة المترو التانية دي اللي هي القديمة فكده بيتحرك اوه اوه العلامة الحمرة دي ظهرت فنقدر مسلا نوقفه او نضغط على العلامة الحمرة ينزلنا على طول اوكي كده نزلنا خلينا كده بقى نطلع اوكي طلعنا عادي هنا في المترو القديم او محطة المترو القديمة اوكي في وضعيات برده قلنا وبعده هنا على الكرسي فهو وضعيات جديدة خلينا نجرى مثلا الوضعية دي تقريبا متضايقة من حاجة او او لا بتستنى وبتبص على الساعة كده انت شايفين وخلينا نشوف في الوضعية التانية او شكلها حصل مصيبة هنا ولا ايه ولا شكلها عادي تسخل الحمام مثلا مش عارفة وخلينا نشوف الحركة التالتة مصدومة من حاجة خلينا نشوف الحركة اللي بعديها كيقعدة بتفكر وبس افكر اجيب المغناطيس عشان استخدمه هنا فهروح بقى المدرسة اوكي جت هنا المدرسة هفتح ده علشان اخد المغناطيس ده فاتمنى بقى السر ده ينفع او الحركة يتنفع فهنجرب ورجعت بقى المتر ثاني وهنجرب بقى الخدعة المغناطيس واتمنى تعمل اوكي لا متعملتش اوكي جت هنا المخبز عشان فيه ورقة كده سرية موجودة هنا في التلاجة فانجرب اخد الورقة ده واتمنى بقى تنفع ولا لا اصل الورقة ده بتاعت السندوق ده فهنجرب بقى تنفع مع السندوق اللي موجود في المتر ولا لا اوكي جبتها خلينا بقى اعمل نفس الشكل يعني خلينا اول حاجة للمسلس وبعدين الدايرة واخر حاجة اللي هو على شكل النجمة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لقد أمتعار باللعب وبي أحبها في الواقع لقد جلت ورقة هنا لقد أرهت القرصة سنشاهدها هل هي مكتوبة ام ماذا نعمل؟ X o X o ذا اللغزة هناك أربع حركات نجربهم أعرفت بشكل استقال لقد أجب اللعب هل هي لملابنة الثانية ستقوم بشراء وهي مثلام alguns rule وهذه الكبير يمكنت هناك علاقة مع عدد الكرسي مثلا والحенным نسمي manuscripts ممكن أن نفتح القرصي بحضورć مثل الـ وآخر ذكره وليس bize وضع لأسفل وآخر ذكره وآخر ذكره حسنًا فتح لنا الكريم سأتكلم نشوفي الخاصنا دي فيها ايه؟ اوه فيها الكاميرا. والستاند بتاع الكاميرا. اوه اوكي. اوكي نقدر نحط الكاميرا بالشكل ده و بدس ايه الكاميرا لها ابيض واسود? اي من التسين اي من التسي Children او ايه? بجد. ايه الصورة دي? اي الصورة دي لابيض واسود ده? رجعنا ايه زمان او ايه؟ اوكي كده فتحنا السر ده او عملنا السر ده زي مارينت ذاه? كده فتحنا و عارفنا بقى اللغز ده و عارفنا لغزة الصندوق هذا الصندوق لسه بها حاجة لكي نفتح اظنه ممكن نجيب الكورة ونجرب مفروض يكون هنا مهرج او حاجة بيكون مع الكور اظن مش موجود في خلانة نطلع وندخل ثاني ممكن نتغير خرجت ورجعت ثاني ولقيته هنا لقيت المهرج دالي مع الكورة فهناخد من الكور بالشكل ده ونجرب بقى ندخل دخلت كده ونجرب الكور دي او نعمل نفس الحركة بتاعت الكور كده قدامها تعملت بسرعة تمام تعملت كده بسرعة وتفتح بالشكل ده الخزن السرية دي تفتحت وتلعت لنا الثلاث كور برضو شكلهم مختلفين يعني الوان مختلفة شكلهم برضو كيوت الوانهم يعني حلوة بس كده او يعني مفهاش حاجة تانية يعني بس كور عادي وبنلعب بها بالشكل ده بس كده عرفنا كل الاسرار وعملنا لأ سوى ان فيه سر واحد سوى انيلاحظت حاجة هنا هتلاقوا ان الازاز في البقعة دي فالبقعة دي علشان نمسحها هنجب منديل علشان نمسحه وعلشان نجب منديل هنيجي هنا ونروح عن المخبز وهنطلع ده اللي انت شايفينه هنضغط بقى عليه يطلع علينا المنديل ده اوكي بعد ما جبت بقى المنديل بالشكل ده فالمفروض بقى امسح البقعة والمفروض اوكي طلعوا الهدية دي فهم خلاه بقى نفتح الهدية ومتحمسة بجده يشوف الهدية جوائي مثلا اووو لبس جديد واوو لبس كده علي رسمة القطرو واو كيتا اوي شفين الرأيكم بجد حلوة حساها برضو اللبس الاولاد اكتر بجد شكلها حلوة اوي الكاميرا مالها كده بقت لونو ابيض و بس كيوصل لهاية الفيديو تماما الفيديو يكون عجبكو و بس كده شاكومي الفيديو الجاي السلام ترجمة نانسي قنقر